أطفال اليمن ضحايا اليوم والغد أكثر المتضررين من إطالة أمد الحرب والأزمات الإنسانية فاتورة الخسائر المفتوحة يموتون بصمت على قارعة الجوع ويسقطون على حواف نيران أطراف الحرب بين قتلى وجرحا بعد أقل من يوم على صدور تقرير أممي يرصد ضحايا التحالف والحوثيين من الأطفال تسقط قديفة حوثية على حي سكني شرق مدينة تعز ويصاب خمسة أطفال من أبناء مديرية صالة وفي الحديدة استشهد مدني وأصيب آخرون بقذيفة حوثية مماثلة في تقرير جديد لمجلس الأمن الدولي قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني قوتيريش إن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن قتل وأصاب 729 طفلا خلال العام 2018 فيما قتل الحوثيون وأصاب 398 طفلا أدرج التقرير الأممي التحالف ضمن قائمة سوداء للعام الثالث وعلى الرغم من الإدراج ضمن القائمة السوداء لا يترتب عليه أي إجراءات ولا عقوبة ضد الأطراف المدانة إلا أنه بمثابة وصمة عار ويضر بسمعتها ويشكل ضغوطا عليها لدفعها نحو تنفيذ إجراءات لحماية الأطفال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة أبطل المعلم شكك في مصادر التقرير ومدى دقته ووصف الأعداد بأنها مبالغ فيها فيما أكدت مصادر لرويترز أن الرياض هددت بقطع بعض تمويل الأمم المتحدة في القائمة السوداء إلى جانب التحالف ضمت تقرير جماعة الحوثي وفصيلا مؤيدا للحكومة لم يسمه كما أدرجت قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب أيا كانت منطلقات بعض التقارير الحقوقية ودواعها لابتزاز دول التحالف إلا أن تورط التحالف باستهداف مدنيين من بينهم أطفال لا يستطيع أحد إنكاره تجاهل التقرير الأممي جرائم الحوثيين باستمرار تجنيد الأطفال وتطييف المراكز الصيفية وإعادة غسل أدمغتهم بثقافة العنف والكراهية رغم أنها جرائم تستهدف واقع ومستقبل اليمن وتعيق فرص التحول إلى سلام دائم